السلام عليكم السلام عليكم نتكلم عن نريد نصمم تدفئة للغرفة كابينة السيارة او غرفة المعيشة نحسب كمية الحرارة المفقودة من هذه الغرفة الى الخارج دائما نريد نصمم هذا يعني نعمل في الشتاء بمعنى انه درجة حرارة بالخارج تكون اقل من درجة حرارة بداخل الغرفة غالبا بما انه الغرفة تكون الغرفة شوية ادفة من المحيط الخارجي فدائما تكون اعلى من الغرفة لكن هذا هذا شيء يدعو انه انتقال الحرارة من منطقة الحرارة العالية الى منطقة حرارة واطع بمعنى راح يصير عندي فقدان بالحرارة الى المحيط الخارجي طيب كل ما انا ازيد الحرارة بالداخل اذا كانت متوفرة عوامل انتقال الحرارة فراح يشوف انه الحرارة اللى انا اصلطها بالداخل تبدي تنفقت تخرج للخارج منين تخرج عندنا اما الجدران الجدران الغرفة هاي عدي اربع جدران للغرفة اذا كانت اذا رسمناها بهذا الشكل المكعب عندي اربع جدران للغرفة ممكن تفقد منها الحرارة اذا الغرفة كانت معرضة للمحيط الخارجي راح يزداد فقدان الحرارة عن طريق الجدران واذا كانت الغرفة بجانب غرفة بجانب هاي الغرفة راح يصير فقدان الحرارة يعني يعتمد على نوعية الغرفة المجاورة هل انه الغرفة المجاورة ايضا مكيفة ايضا تحتوي على تدفئة او انه الغرفة المجاورة قد يكون بها مولد كهربائي او غرفة كتشن مطبخ فهذه كلها تأثر على عملية انتقال حرارة من السقف او الروف من السقف ايضا راح يصير عندي انتقال حرارة للمحيط الخارجي وكذلك من الفلاور من الارضية الغرفة يصير عندي انتقال حرارة وهي باقي ازال غرفة فيما لو اذا كانت في اسفل الغرفة غرفة اخرى اللي نسميها السردام فهذه العوامل تعتمد على الحالة فاذا كانت اكو غرف مجاورة الى هاي الغرفة انتقال حرارة يكون قليل لكن اذا كانت مكشوفة للمحيط الخارجي انتقال حرارة يكون عالي الغرفة اللي نشتغل عليها ندرسها اذا كان اكو غرفة بالاعلى طابق ثاني ايضا راح يكون عندي انتقال حرارة اقل مما لو كانت مكشوفة للمحيط الخارجي عملية عزل الجدران ايضا تأثر بشكل كبير على انتقال الحرارة احنا شنون اللي نريده نريد نحسب شقد حرارة تنفقد من هاي الغرفة حتى نجي نعوضها بالهيتنج لود حتى نجيب منظومة تدفئة ندفي هاي الغرفة ونخليها للهيومن للانسان فهسا اتفقنا انه السقف والفلور الارضية والجدران هذي كلها ممكن تنقل حرارة يصر بها هيت ترانسفير تفقد حرارة من داخل الغرفة الى المحيط الخارج بعد شنون ممكن يسوي لي انتقال حرارة عندي الابواب والشبابيك اذا عندي هنا باب بهذه الغرفة وعندي شباك هنا مع الغرفة اقفت شي اسمه انفلتريشن عمليات تسريب لانه ابواب الشبابيك هذي ايضا تعتمد على الحالة اذا كانت الباب فول فتنج يعني الغلق مالتها محكم مو مثل الباب اللي تكون فول فتنج بها اشكال رح تصير عندي كراك كبير الكراك هو الفتحات اللي تصير داير مدير الباب او الشباك فاذن هنا لازم احسب كمية الانفلتريشن يعني الكيو اللي تصير نتيجة التسريب حتى اقدر بالمقابل اعوض هاي الحرارة المبقودة اخيرا اخيرا الهواء الداخل يكون هواء جاف انكمفورتبول فمن يكون غير مريح للانسان اضطر اضيف لرطوبة حتى اضيف لهاي الرطوبة احتاج درجة حرارة حتى استفاد من عدها بعملية فهذا ايضا رح اصرف كمية من الحرارة اللي موجودة في داخل الغرفة حتى اسخنها اذا كلها المفقودات نجمعها سوية يعني رح اجمع الحرارة المفقودة والحرارة المفقودة من خلال الجدران والحرارة المفقودة من خلال الروف او سيلينج انسقف والحرارة المفقودة من خلال الفلور واخيرا الحرارة المفقودة من خلال الكراك ما للشبابيك الشقوق اللي بالشبابيك اللي نسميها كيو انفلتريشن انا في تصميم احتاج شيئين مهمة الاشياء المهمة اللي انا اريد اصممها هي الهيت لوت انسبيس اللي نسميها الهيت لوت انسبيس اللي هي بس احسب ايش قد دكيو لازم اضيفها الى هاي الغرفة اللي هي عادة اذا نحسبها بالبريتش يونت تكون من ستين فهرنهايت الى سبعين فهرنهايت لازم انا وصل غرفة الى هذه الدرجة الحرارة المريحة الى جسم الانسان فشلون احسب هذا الى كيو احسب الى كيو اس الشيء الاخر اللي ايضا انا من اتسوي الهيت لوت ديزاين انا لازم احسب اش قد اصرف وقود او اش قد اصرف ستيم حتى اوفر هذه الهيت ترانسفير احنا هنا انا حسبنا اش قد هيت ترانسفير هاي الهيت ترانسفير لازم اني عندي وقود يحترق حتى اوفر هاي الهيت ترانسفير او اذا كان عندي التدفئة عن طريق الانابيب الماء الحارة فلازم احسب اش قد ووتر اصرف لتدفئة هذا الغرفة وكابلة القيادة او اش قد احسب استيم حتى ادفي هذه الغرفة فاش قد كمية الاستيم اللي انا احتاجها وراح اطبقها احدها هاي القانونيا اللي انا ممكن تؤديلي الى حساب الاستيم اذا اللي اريدك تعرفه انه انا بعملية ديزاين فقرتين لازم احسبهن احسب اش قد هيت ترانسفير واحسب اش قد عملية صرف للوقود خلينا نجي نشوف كل واحدة على حده من نتكلم عن الهيت ترانسفير الحرارة اللي احتاجها حتى اضيفها للغرفة للعملية التدفئة القانون العام اللي انا راح استخدمه هو وان فور بوينت سيكس مضروب في الفي دوت الحجم الفلوري على في تي تو ماينس تي وان طبعا تي تو تي وان هنا هذي نقصد بها الاوتلت والانلت الخاصة بالغرفة الانلت في داخل الغرفة والاوتلت هي المحيط الخارجي هسه من نتكلم على QS شباب انا القانون العام لانتقال الحرارة هو M.CP Delta T هذا اللي نقصد مدوت بصورة عامة هي V.CP على V.Specific هذي نعرفها الحجم حجم الغرفة او حجم الهواء فيه داخل الغرفة على V.Specific انا هنا خليت لك الوحدات مالتها بهالشكل حتى تعرف شلون راح اصير لانه سنحنا عدنا الوحدات V.CP هو حجم كيوبك فوت مقسوم على الهواء لانه V.CP يعني هذا Flow Rate و Specific هي الكتلة او الحجم مقسوم على الكتلة فرح يصير كيوبك فوت بير باوند فمن تروح الكيوبك فوت وحدة ويثانية ورتب المعادلة راح اشوف انه الوحدات راح تكون باوند بير اواء يعني بالSI unit كيلوغرام على الساعة والكيلوغرام على الساعة هو المثل الأم دوت أم دوت أي كمية الهواء اللي يحتاجها في الغرفة هذه بصورة عامة طيب اذا انا اقدر هسا اعوض مكان الام دوت اخلي الفي دوت اوبر فخليتها بهذا الشكل هسا راح اتكلم طبعا الفي بي احنا اتكلمنا عليها من الفصل الثاني اتكلمنا انه دائما لانه قد نشتغله احنا دائما شغلنا على الهواء هي تكييف الهواء اما تدفئه او تبرين فالسي بي مال الهواء هو ثابت 0.24 راح اثبت بهذه المعادلة فراح اضرب 0.24 60 راح تطلع عندي 14.6 وتصفى عندي هذه المعادلة السؤال انه قد نتكلم عن الجو اللي هو المريح لجسم الانسان احنا اتفقنا انه المريح لجسم الانسان هو يكون بالتدفئة عمليات التدفئة يكون 70 فهرنهايت او 60 فهرنهايت فهذا تعتمد على الدزاينر على المصمم يعني انت مخير بهذا العمل تشتغل 70 او تشتغل 60 او تقول انا اريد اشتغل بين السبعين والستين ربما تاخذها المعدل 65 ربما تاخذها 64 هذه تعتمد على الدزاينر فاحنا اذا اشتغلنا على السبعين والفاي خمسين بالمئة لانه هذا الجو المواصفات من اروح على السايكو مترك راح اجيب البي سبسيفيك راح تكون 13.5 هذه الخاصة بال ال بي سبس بي راسل اجي اعوض هاي القيمة بال المعادلة تحدي حياتي سوف نرى أنه الـ V-Specific هي 13.3 فأجي عوض الـ 13.3 هنا في هذه المعادلة سوف تلقسم الـ 14 على الـ 13.3 سوف اوصل الى 1.1 في الـ V-DOT في الـ Delta T فأنت مخير تشتغل على هذه المعادلة أو تشتغل على هذه المعادلة أو ربما تريد أن تختار الـ Comfort Condition تأخذ الـ 65 أو الـ 64 أو الـ 66 أو الـ 67 إذا من تأخذها لازم أنت بالامتحان تحدد تقول أنا أخذتها وتروح بالـ Psychometric Chart وتجيب الـ V-Specific وتغير لهذه المعادلة من نتكلم شباب على كمية صرف الوقود يعني شقدت أنا يحتاج لي وقود حتى أوفر هذا الـ QS اللي أنا تكلمت عليه مسبقا هنا أنا عندي طريقتين عندي طريقة الـ Professional وعندي طريقة الـ Comerical الـ Comerical التجارية يعمل على أساس هذه المعادلة التي تساوي C مضروبة في الـ V-Net على ألف في الـ Degree Days و الـ Professional يقول Q of D في الـ Degree Days مضروبة في الـ 24 على الألف خلال سنشوف شون الفرق بينها هذه الطريقة طبعا هذه طريقة مطولة ليش أني أنها طريقة أنا لـ Professional اللي تطيني النتائج دقيقة جدا هي أني أحتاج أنه أحسب الحيت ترانسفير بكل مقاطع اللوء الغرفة هسا اتفقنا أنه أنا عندي الحيت ترانسفير بالجدران وبالسقوف بالسيلينغ وبالروف وبالـ Infiltration والإضافة إلى الـ Humodification هذه كلها تساوي للوسيس فإذا لازم أني أحسب الـ Q total يعني Q losses total أقسمها على الـ Delta T حتى يطيني الـ Q of D اللي يعني وأنا استخدمها استخدمها بهاي المعادلة معادلة صرف الوقود مضروبة في الـ 24 24 days 24 hour يعني لأنه عندنا من نشتغل نشتغل على تدفع على أساس أنه 24 ساعة إلا إذا كان عندي مثلا الـ Office الدوائر الرسمية ممكن تعمل من 8 صباح لحد الساعة 5 العصر هذه راح أحسب لها فقط الساعات الخاصة بها يعني هذه تعتمد على الـ Designer لكن إحنا بسرعة ما من نشتغل نشتغل على الأسوأ اللي هو أنه نصمم الـ Heat Load للـ 24 ساعة مقسومة على الـ 1000 الآن أرى بقعد الـ Degree Days هذا مصطلع جديد ماذا هو هذا الـ Degree Days أنا ممكن أحسبه من طريقتين طريقة الأولى استخدم المعادلة لحسابه وطريقة الثانية استخدم Tables الحسابات للمعادلة 65-TO Average في الـ Period 65-TO Average 65-TO Average هي درجة الحرارة التصميمية اللي احنا اتفقنا أنه comfort for human body هي من سبعين فهرنهايت إلى من ستين فهرنهايت إلى سبعين فهرنهايت فأني من آخر درجة حرارة تصميمية لازم أخذ معدله فهذا الـ 65-TO Average هذه اللي لازم هو ينطينيها لازم تكون given بالسؤال حتى يقدر أني أحل لأنني أعرف أحسب T-Outside لكن الـ Average لازم هو ينطينيها في الـ Period الـ Period هي شنو أقصد بها الفترة اللي أنا أريد أشتغل بها يعني إذا اتفقنا إذا عدنا أوفيس دوائرة رسمية اللي تعمل من الثمانية الصبح لحد الأربعة أو للخمسة العصر فأني أحسب لها فقط هاي الساعات هاي الـ Period اللي أداء أشتغل بها وإذا أريد أحسب لـ 24 ساعة فأراح أقلي الـ Period 24 ساعة هذه بطريقة المعادلة إذا ما توفرت معطيات المعادلة أنا ممكن أستخدم الـ Tables فـ Degree Days هو هذا قيمة تراكمية شنو هي القيمة تراكمية هذا تتراكم لكل درجة فرق عن T-Out بمعنى خلي شوف من نتكلم على هذي الـ Degree Days لازم نستخدم هاي الـ Tables اللي هي جدورية شقد عدنا خمسة اثنين والخمسة ستة وهس راح نشوفها ونتكلم عليه هذي يا شباب اش وقت تعمل؟ تعمل عندي من يكون عندي فرق بدرجات الحرارة بين الداخل والخارج بمعنى إذا اتفقنا لدرجة الحرارة تصميها 65 من يكون عندي الدرجة الحرارة بالخارج أيضاً تساوي 65 أو قريبة جداً هذا يعني أنه أنا ما راح أصرف وقود للتدفئة لأنه أصلاً ما راح أحتاج التدفئة لأنه هي درجة حرارة متساوية وهي comfort for human body لكن من يبدأ يصير فرق يعني درجة حرارة بالخارج الأوتسايد تكون أقل من الحرارة بالداخل بارد هنا راح أحتاج عملية صرف وقود تبدي تزداد فمن أجوا ويحسبوا وشافوا أنه من 55 إلى 45 إلى 55 دقري هاي الدرجة حرارة خارجية تي أوت إذا صارت 45 إلى 55 احنا اتفقنا المريحة لجسم الإنسان هي 65 فمن تكون بالأوتسايد 45 إلى 65 راح يضاعف السهلاك الوقود كل ما تقترب من 65 كل ما يقل هذا السهلاك بالوقود فإذن العملية عملية تراكمية فالدقري ديز هذه عملية تضاعف يعني يضاعف قيمة الديقري ديز لكل درجة فرق بين 65 يعني كل ما أبتعد عن 65 أسويها 64 راح يضاعف قيمة الديقري ديز أسويها 63 يضاعف قيمة الديقري ديز وهكذا أمنين نجيبها احنا اتفقنا إذا قلنا إذا بالمعادلة نطبق هذه المعادلة ومثال بسيط إذا نطعني تي أوت أبرج خمسين والبريود ثلاثين ديز فأنا راح أطبق 65 ناقص تمسين اللي هي تي أوت مضروبة في البيريود ثلاثين راح يضاعف قيمة الديقري ديقري ديز ومثال على اسم المدينة إذا لازم أنا مني يقول لي أحسب الديقري ديز لازم يطيني اسم المدينة أو اسم المقاطعة أو الولاية إذا كنا بالولايات المتحدة وليهذا عدي تيبولين تيبل الثاني خاص فقط بالولايات المتحدة فعلا ما راح نستخدمه راح نستخدمه جدول العام اللي بيه جزء من الولايات المتحدة وبقية مدن العالم فمن أجي إلى التيبل رقم خمسة اثنين راح تشوفوا هنا يا شباب راح تشوفوا هنا الولايات أو المدن اللي ينطيك إياها تسمياتها والديقري ديز هي القيمة الأخيرة بالتيبل فإنت تختار الولاية أو المدينة مثلا إنسان أنا أطلنطا من ينطين إياها بالسؤال راح يقول لي العمل ماتي دايش صير في أطلنطا فأنا راح أخذ الديقري ديز الخاص ماتته هو ١٩٦١ طيب بعد أن حسبنا الديقري ديز هسا أجي أحسب أنا شقد عملية صرف الوقود وقلنا نطبق هاي المعادلة المعادلة هذه مهمة لأنه هذه تضطيني القيمة الدقيقة الديقري ديز أنا صار عندي واضح ومتوفر أقبقى عندي كيو أوف دي الكيو أوف دي هذه اتبقنا هي الكيو توتل أقصد بها كيو لوس توتل عملية فقدان الحرارة اللي لازم نحسبه راح نشوفها بالمحاضرات القادمة شون نحسبها على دلتا تي تي إنسايد منس تي أوتسايد ليش إنسايد لأنه دائما الإنسايد تكون أعلى بالشتاء الإنسايد تكون أعلى من الأوتسايد حتى ما تطلع لي القيمة بالسالب إذا استخدم الطريقة الكوميركل الطريقة التجارية يعني هسا المكاتب الهندسية اللي تعمل على تصميم الهيت لود تستخدم هاي المعادلة هاي المعادلة شنو؟ سي مضروبة في البي نت على ألف مضروبة في الديكري دايس الديكري دايس صارت واضحة شون نحسبها هسا عدنا أهم شي البي نت البي نت بالمكاتب الكوميركل شون يحسبها؟ يحسبها بشكل بهذا الشكل إنه البي سبيس يعني الغرفة الكابينة القيادة أو غرفة المعيشة يحسب الفوليوم مالتها طول بعرض بارتفاع رح يتحقق الفوليوم يضربه في بوينت 8 رح يطعد البي نت هذا اللي رح يستخدمه هنا يبقى قيمة السي مين يجيبها قيمة السي يجيبها من جدول خمسة أربعة وهذه تعتمد على نوعية البنائي أو نوعية الياندات الشغلية إذا كان بنك وإذا كان فندق وإذا كان منتدى ثقافي إلى آخره لازم يحدد ليها بالسؤال حتى أعرف روح أجيب قيمة السي فمن أجي على جدول خمسة أربعة هاي قيمة السي هاي القيام اللي يطينيها للسي لكن لازم يحدد لي هل يشتغلوا بأبارتمنت لو دايش تغلوا ببينك لو دايش تغلوا بحوسبتل حسب مصنع مانوفكتشر إلى آخره أو أوفيس دائرة فهذه لازم تتحدد بالسؤال حتى أنا على أساسي أقدر أحدد قيمة السي من جيت هنا أنا هاي قيمة السي معلومة فرح أقدر أحسب بقية المعطيات وحسب قيمة مقدار صرف الوقود أو مقدار صرف الاستيم إذا كنت أدفي الغرفة عن طريق الاستيم والتي تمر بالجدران وتمر بها الاستيم شكرا شباب